اشتركوا في القناة 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 بغير القرآن يشوف رؤية مثلا لكن شوف الرأة بقرآن يتلك علشان يبين حزم قدر هؤلاء الزوجات لانتسابهم لهذا الجنال العظيم المعظم صلى الله عليه وسلم فلما أن كان هذا علم أن الأمر ليس بياني وإنما يعلم من الأشياء ما أطلعه الله علي وما علمه إياها الثاني جواز المشورة ولكن بشرط أن يكون المستشار إليه فيه أهلية لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن وقع لهم وقع داع علي ابن أبي طالب وعسامة بن زيد واستشارهما في فراق أهله وعلي ابن أبي طالب وعسامة بن زيد فيهما أهلية للمشورة على ما تواثر وعلم من فضلهما وفيه دليل على أن من السنة استشارت الشباب بالنوازن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهما وكان شابين ومن هذا الباب والله أعلم كان عمر بن الخطاب يجمع الشباب إذا وقعت به النوازل واستشيرهم فيها الثالث أن السيد في قومه أو الحاكم عليهم أو من فاق غيره في الخير والصلاح إذا نزلت به نازلة فله أن يستشير من هو أدنى من فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم هو كما قد علم هو أفضل البشر لكن لما أن وقع له مواقع استشار فيه أسامة وعالية لكن تكون المشهورة بما فيه أهلية لها كما تقدر وإنما أدت بذكر الفراغ مطلقا في الأهل ولم تذكر نفسها لوجهين الأول للقرينة التي هناك بها أدت بذكر الفراغ ما أشي فراغي شوفت ستناعشا قالت في فراغي أهلي ما ينشي في فراغي علشان حتى تبعد عن نفسها حتى إيه ولي برضو من حسن يتأتي العرب أنه لما ييجي يوصف حاجة قبيحة ما ينسباش لنفسه يعني حتى لو أنت مسلا سمعت واحد ولا يازل بالله بيقول إيه أنا كافر ما تتجي ينقل ليه يقول قاله هو كافر ما تقولش قاله أنا كافر ديني الجلال قول قاله هو كافر ده من حسن ايه كلام العرب أنه يبعد زي مثلا في القرآن يسموني الاختفات جاء في القرآن كتير بقى ليه وإن كادوا لا يزلقونك شوف كلام الخطاب والنبي كاد في الخطاب لا يزلقونك يا مصاريم لما سمعوا الذكر والقولون إنه لمجنون نقولش إنك لوني شوف كتير بقى الاختفاتت ليه كتير في القرآن وانت بتسمعه كده تعرف الجل عجازة يعني ربنا مش عايز يواجه النبي بالتهمة مع إنه واجه فيها عنه لكن برضو من حسن الأرض وإن الكادوا لا يزلقونك بأبصارهم كلام الخطاب ما قالش ويقولون إنك لمجنون قاله ويقولون إنه لمجنون شوفت اللي الكفات الجميل لقى كتير في القرآن زي عبس الكافر وتولى أن جاءه أي جاء الأعمى للنبي جابها بضمير الغيبة لمن القرب العبوس والعبوس لفظ إيه؟ قبيح أنجأه الأعمى وما يدريك أيها الكافر لعله يزكى أيها الكافر العارس لعله يتكر أو يتكره فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى هنا بتنفعه إيه؟ يكلم النبي وكأنه بيلومه لأنه فعل فوق المطلوب منه كأن ربنا غار على النبي إزاي النبي يكلم الرجل والتنيع تسوى النبي ربنا غار على النبي فبيقوله إن أنت إلا نذير اللعابس ما تكلموش ولا تسأل عنه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فكأن اللوم كان له لا عليه لأنه فعل فوق المطلوب لا دون المطلوب فخفف عنه وقال له لا تسأل عن أصحاب الجحيم إن أنت إلا نذير مش كده برضو؟ وما عليك إلا البلاء فيكلم كتير بعتلاقي إيه؟ اسلوب الالتفادة تلاقي كتير في القرآن كتير طول من التناشد زي مثلا إيه كنت بنقرأ سلطة النور البارح وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما ما يعلمش فاين توليتم لأن التولي ضد المراد فالتولي عن طاعة الله وأرسول وجعلهöglich غير أهل إن ربنا خ��فهم ما يعلمش فاين توليتم قال فاعين تولوا احتقارا ما يريقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم لو إشنا بنقلب القرآن بقى كنا نقول لي كتير فانتوليتم فانما ايه عليه ما حمله وعليكم ما حمل? لا قال فانت ولو يعني ما يستهلوش حتى ان انا خطبهم. فانت بقى كتير بقى تلاقي موضوع الالتفادة في القرآن طول ما انت ماشي كده. واخد بقى لك كتير. فلغة العرب جميلة. ولما بتعرف تفاضي زي مبارح ما تكلمنا على استثناء المنقطع المتصل. هيدي لك معاني جميلة. طول ما انت بتوقفين القائد زي من حلقنا النهاردة على موضوع ايه كل ما اسألكم عليه اجرا الا المائدة في القرآن. لو انت مش معال. التثناء منقطع تفتكر ان النبي الوحيد ولكن جميعي الانبياء طلب اقر على دعوية. بحيث كل الانبياء كل اسألكم عليا مهلا كل اسألكم عليا اجرا. كل الانبياء قالوا كده. يوم تيجي انتć انت انستثناء متصل تظن ان النبي طلب اقر. ان نود شخص للقر ​​​قررتها لا يا سيما. دا دا استثناء منقطع ليس من جنس الابر. كل اسألكم عليه اجرا كسائر الانبياء. غير ان مودتي في القربة نجاة لكم في زمن الفضل. فهمت بقى ازاي? يبقى كأن ايه? دا استثناء منقطع. وليس متصل لينوش من جنس الابر. وهكذا تول ما انت ماشي. القواعد اللغوية دي مهمة جدا في فهم القرآن وازالة الشبهات. عشان كده كتير في القرآن رب قد تقله لها ليه قرآنا عربي وقير دي عوج يعني يتعلم العربي.票 من يقول ايه اهم انه ايه? روح يتعلم عربي. تقيمت ازاي? قبل ما تجب القرآن روح يتعلم عربي. لانه بستمريع اتكلم لك كده مسلم التقين عربي وقير يدي عوج. كل ما انا يعلمنا اللغة العرب. عشان كده اول ما حربوا المسلمين في ديناهم عملوا ايه? اضعفوا اللغة العربية. اضعفوا اللغة العربية وقفلوا الكفاتين. كان بيستقيمت زا? قدي بداية حرب ايام دولة المستعمرات بتاعت الدولة. واللورد كرومر عمل ايه? عمل وزنة التربية والتعليم. اللي هي مش محتاجة كتاب. وعمل منهج لغة عربية مختلف. يكره الناس من اللغة العربية. عن منهج اللغة العربية بتاع الازهر اللي هو مرتبط بالقرآن والسنة علشان تتعلم من خلاله. فجات وزنة التربية والتعليم اللي عملها واحد نجس. علشان كده فيها خلل. لان اصلا منبتها خبيصة. والله فيها خلل الان. ضاع التعليم. منبتها خبيصة. والذي خبثة لا يخرج إلا هناك ده. واحنا الوقت بنكدين انا. في التعليم بتاعنا. مش ربنا بيقول كده. انا مش بقولك كلام والله كده مبالرة. بحققة. كل حاجة دور على الاصلاح. يقولك على الاصل دور. منبت وزنة التربية والتعليم اللي عملها اللورد كرومر علشان يحارب العلم الديني. في مصر. كان ممكن لو هو عايز الخير كان يطور الاصل. ويخلي كله تعليم ازهر. لا. لو عايز يعمل منافسة للتعليم الازهري. عشان اهل المناصب في الدنيا يتخرجوا من نظرة التربية والتعليم. يمسكوا المناصب وتعاف اللغة ومش حافظين القرآن. وقال الازهر يبقوا بعد كده ترابية ويقرأ على ايه? على الموتة القرآن وخلصهم اللي همش تاخدوا ايه بالدنيا. دي لعبة لورد كرومر. والذي خبثة لا ياخدوا ويجي ايه? واحنا كلنا تعلمنا اناك وليه احنا اتنكد. تتخرج تلاقيه طبيب متخرج معروش الدنيا. مهندس متخرج متعرفش هندسك. محاسب متخرج معروش محاسب. محمد متخرج معروش محمد. انا بشوف والله الشباب ما يعرفش ايه. بقية دي ليه ما بتعرفش تقرأ. ده انا سبتم تقسم الاعدادية. طب الاعدادية ما بتعرفش تقرأ. يعني قاعد في المرس حد الاعبادية وبخار ما عرفش يا رويكتب. كانت كتاب زمان تقعد عند الشيخ سنتين. تحفز القرآن وتطلع بتقرأ وتبقى. في الكتاب. وده قاعد سبت سنين ابتدائي وتلت سنين تسع سنين ويخر ما عرفش ايه رويكتب ومش حافظه لا ايام القرآن. ما عرفش نواقل الهدوء. تهمت بقى. والذي خبسة لا يخرجه الا اناك. فلازم نصحححة من الاول. ونبتدي ايه? نعمل مناهج عربي من اول وقديد. لان مش هنرسل دينك الا من خلال اللغة. لان اللغة ايه مفتاح فهم القرآن والصنة. وكل الفرق الضغلية اللي طلعت دي كلها شباب ما تعلمش اللغة. وهجم على النص القرآني طلع منه علوم غير العلوم اللي جاي النبي دي. بسبب ايه? سوق فهم. مش فاهم القرآن او لا فاهم اللغة. فربنا يعلمنا. فشو بقى ستانة عايشة عشان تفقيها في اللغة قالت ايه? استشار علي. واسامة ما قالش في فراقي. لان الفرق قبيح. مرنينش تنسيبه نفسها. قالت في فرق اهلو. فرق اهلو. يعني انا مليش دعوة. كل دا ايه? انا قللك على. فقهة في اللغة. حسن فقهة في اللغة. للقرينة التي هناك يعلم بها انها ارادت نفسها. التاني كراهية ذلك النفذ منها ان تطلقه على نفسها. وقولها فاما اسامة. ما اشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لأ. اي بما يعلم في نفس النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من الود في عائشة رضي الله عنه. وقولها فقال اسامة اهلك يا رسول الله ولنعلم الله الا خير. انما حلف اسامة على ما ذكر لانه مستشار وليس بشاهد. فحلف على ما قاله لانه حق ليقوى عند النبي ذلك حتى انه لا يشك منه. وقولها واما عليه فقال يا رسول الله لن يضيط الله عليك والنسك سواء كثير. واسأل الجارية تصدقت. يعني براها بالجارية. يبقى ما قالش حاجة حق ام. ده قال اسأل الجارية تصدقت. الجارية لها بريرة. اللي كانت تخدم في بيت ستنا عائشة وتطبخ له. انما قال عليه ذلك لما يعلم من براءة الشخص مما رمي به وترك ايقاع الحجم الميظهر الله عز وجل لرسول ايسا وسلم. ولما كان لفظه. وهو قوله لم يضيق اللي عليك يحتمل ايقاع الفرق والابقاء. اشار بقول واسأل الجارية تصدقته. انه ما ارد الا الابقاء. خلافا لللي فهمه من المستشرقين. فهم الحديث ده والمستشرقين قالوا ايه? عالب يكره عائشة. وعلى شك كده عائشة لما عفت كده خرج التحقه في الجمل. شو قلت بقى اللي ابت ختب. ما قالوا كده. لانه اللي فهمين غالش بيقروا الطريق غلط. وقال انت في التفسير اهو. شو جابها من المستشرقين. فالحاجات اللي كلها لازم تغسلها عن زهمة. لانها كلها في دراعات. ليسيبنا علي براها. لان برجو المستشرقين دعاف اللي هو. وخبيسي امنية. داخل يتعلم الدين علشان يضرب الدين من داخل الدين. فعنده خبس النية واضعه في الدور. فاقوا عندكم الكلام المستشرقين. وايه? وتفتكر ان هو ده الدين. خد الدين من اهل الحب واهل الايمان. مش من اهل الاستشراك. لانه لكن ترك النظر في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تأدباً نعم. واحتراماً له عليه السلام لانه يعلم ان بريرة لا تخبره الا بكل من يوقف له التغبط باهلي لما يعلم في الاهل من الخير. وليس يعلم فيها بير ذلك. وهذا هو حقيقة العلم الذي خصته الله عز وجل به. حتى انه ترك النبي صلى الله عليه وسلم ينزق بنظره مع حصول براءة ما استشير فيه. فجمع الفائدتين مع نباه. يبقى كلام سيدنا علي اعمق واقوى من كلام سيدنا اسمنا. كيف تبقى ازاي؟ فيه ناس التانيين المستشركين طلعوا كلام سيدنا علي فيه غمزة بستين عائشة. شوف يحرفون الكلمة عن مواضعي. لطريقة اليهود. وعلى شكرة كثير من علماء اليهود لما اسلم دخل للاسلام بطريقة فهم التوراة المحرفة. ففهم الدين بطريقة محرفة لدرجة من المسلمين علموا ذلك. وقالوا فيه اسرائيليات كثيرة دخلت فيه. الاسرائيليات دخلت من من علماء بني اسرائيل. اليوم اسلموا وجاءوا بمنهج فهمهم للتوراة الخطأ. ارادوا ان يفهموا بالنصوص القرآنية خطأ. فاياك ان تسير خلف اولاد. فاهم كل دي اسمها اسرائيليات. ايو هاتم سيدنا. وقولوها فدعا رسول الله عليه وسلم بريرة فقال ايا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريدك؟ نقف عند اذا الحد نكمله بكرة كلام بريرة علشان احنا يقرأه من المتن الحديث ان شاء الله. اللهم علمنا ما يقرأنا ما نقرأنا ما نقرأنا ما علمنا ما زدنا علمنا يا السكون. استر عيوبنا طلبنا مما يودي دعنا ما لنا. وفقنا يا رب نحن وسائل المسلمين لما تحبوه وتلبروا يا رب العالمين. سبحانه ربك رب العزة بعمنا سكون والسلام على المسترين والحمد لله رب العالمين. اشتركوا في القناة